مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة دروس اللغة العربية درس هذه الحصة سيكون خاصا بالنواسخ الحرفية إذن بعدما تعرفنا في الفيديو السابق على النواسخ الفعلية وعملها في هذه الحصة سنتعرف على النواسخ الحرفية وهي تعمل عكس عمل النواسخ الفعلية إذن للتوضيح أكثر لنأخذ الجملة الأولى الشمس ساطعة إذن الشمس ساطعة فهي جملة اسمية تتكون من مبتدأ هو الشمس وخبره هو ساطعة سندخل عليها ناسخا حرفيا ونرى التغييرات التي تقع لنأخذ على سبيل المثال الناسخ الحرفي إن إذن سنقول إن الشمس ساطعة إذن الناسخ الحرفي إن عندما دخل على هذه الجملة الاسمية فهو نصب الأول يسمى اسمها أو اسمها أي اسم إن ورفع الثاني رفع الخبر ويسمى خبرها إذن ساطعة خبر إن إن الشمس ساطعة وصاطعة قلنا هنا هو الخبر ومن حيث النوع فالخبر هنا خبر مفرد نمر إلى الجملة الثانية العلم نور أيضا جملة اسمية تتكون من مبتدأ هو العلم وخبره هو نور سندخل عليها ناسخا حرفيا مثل أن فنقول أن العلم نور بحيث العلم تصبح اسم أن منصوب ونور هو خبر أن مرفوع إذن الناسخ الحرفي في الجملتين معا عندما دخل على الجملة الاسمية فهو نصب الأول وسمي اسمها ورفع الثاني وسمي خبرها ونور هنا إن العلم نور نور أيضا من حيث النوع فهو خبر مفرد نمر إلى الجملة الاسمية الموالية الأطفال يلعبون في الملعب إذن لندخل عليها ناسخا حرفيا مثلا ليتا ليتا هي حرف نصب وتمني أو هي ناسخ حرفي للتمني إذن لنقول ليتا الأطفال يلعبون في الملعب إذن ليتا كناسخ حرفي عندما دخلت على هذه الجملة الاسمية فهي نصبة الأول وسمية اسمها إذن الأطفال هو اسم ليتا منصوب وجملة يلعبون في الملعب هي جملة فعلية هذه الجملة الفعلية هي في محل يرفعين خبر ليتا في محل يرفعين خبر ليتا والخبر هنا جاء جملة فعلية ليتا الأطفال يلعبون في الملعب إذن جملة يلعبون في الملعب هي جملة فعلية في محل يرفعين خبر ليتا والأطفال هو اسم ليتا منصوب الفرج وقته قريب إذن هنا أيضا جملة اسمية سندخل عليها ناسخا حرفيا مثلا لعل ولعل هي ناسح حرفي للترج فنقول ليت الفرج وقته قريب بحيث سيكون الفرج هو اسم لعل واسم لعل هنا منصوب وأما خبر لعل فسيكون هو الجملة الاسمية وقته قريب إذن هذا وقته قريب فهي جملة اسمية تتكون من مبتدأ وقته وخبره هو قريب إذن جملة اسمية هنا في محلي رفعين لأن خبر النواسخ الحرفية يكون دائما مرفوعا إذن جملة اسمية في محلي رفعين خبر لعل خبر لعل وقلنا أو خبر الناسخ الفعلي هنا جاء من حيث النوع فهو جاء جملة اسمية لعل الفرج وقته قريب لعل الفرج وقته قريب إذن كما رأينا من خلال هذه الأمثلة فالنواسخ الحرفية تدخل على الجملة الاسمية فتنصب الأول ويسمى اسمها وترفع الثاني ويسمى خبرها نمر الآن إلى استنتاج القاعدة فالنواسخ الحرفية هي إن للتوكيد إن كذلك للتوكيد لكن للاستدراك ليت للتمني لعل للترجي وكأن للتشبيه إذن النواسخ الحرفية عددها ستة إذن هذه النواسخ الحرفية فهي تدخل على الجملة الاسمية فماذا تعمل؟ تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها كما رأينا في الجمل والأمثلة السابقة كذلك خبر النواسخ الحرفية خبر إنا وأخواتها يأتي مفردا أو جملة فعلية أو جملة اسمية أو شبه جملة كما رأينا في الأمثلة السابقة الآن ننجز هذا التمرين سؤال يقول أدخل ناسخا حرفيا على الجمل التالية وأضبطها بالشكل التام إذن الجملة الاسمية الأولى هي الندم ينفع صاحبه إذن لندخل عليها ناسخا حرفيا لنأخذ على سبيل المثال ليت هي للتمني ليت إذن ستصبح الجملة على هذا الشكل ليت الندم ليت الندم إذن الندم هنا فهو اسم ليت كيف هو منصوب ليت الندم ينفع صاحبه ليت الندم ينفع صاحبه إذن صاحبه هنا فهي جملة فعلية في محل رفعين خبر الناسخ الحرفي ليت إذن الخبر هنا جاء جملة فعلية وهي خبر ليت الجملة الموالية الطفل أخلاقه حميدة ندخل عليها ناسخا حرفيا مثلا لكن لكن الطفل أخلاقه حميدة لكن الطفل أخلاقه حميدة إذن لكن هنا ناسخ حرفي الطفل اسم الناسخ الحرفي منصوب وأخلاقه حميدة هي جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر وهي في محل رفعين خبر لكن بحيث الخبر هنا جاء جملة اسمية الجملة الأخيرة الجهل عار أيضا هنا جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر سندخل عليها ناسخ الحرفي إن فنقول إن الجهل عار فيكون الجهل هو اسم إذن الجهل هنا هو اسم إن منصوب وخبره هو خبر إن فهو عار خبر إن مرفوع والخبر هنا جاء مفردا إذن إن الجهل عار إن ناسخ حرفي للتوكيد الجهل اسم الناسخ الحرفي وعار خبر الناسخ الحرفي مرفوع